اشتركوا في القناة في ساحة شحن البضائع بسبب ابتزازهم من قبل عناصر تابعة للنظام ومنعهم من بيع محاصيلهم الزراعية من جهة أخرى يستمر إضراب سائقي الشاحنات ويدخل يومه السابع ما تسبب بأزمة تجارية حادة من جهة وشحن في الوقود من جهة أخرى هذا ويستمر نظام الإيراني بتهديد المحتجين والمضرمين عن العمل بالقمع والحرمان من الحقوق من جانبها أشادت مريم رجوي زعيمة المعارضة الإيرانية بإضراب سائقي الشاحنات في إيران وأكدت أن الإضراب انتفاضة للتخلص من فساد نظام الولي الفقيه وقالت رجوي في تغريدة على موقع تويتر أن الإضراب العارم لسائقي شاحنات في محافظة البلاد نموذج لإرادة الشعب للتخلص من استبداد نظام ونيل الحرية وسيادة الشعب وضافت أنه على المجتمع الدولي أن يحترم إرادة الشعب الإيراني ويطرد نظام الإرهاب التابع باسم الدين من المجتمع الدولي